كثير مننا يعرف الذي وفدت عليه الشعراء ومدحته وهو الذي اشتهر باتصال النابغة الذبياني به ولعلنا نفكر في الوجه الآخر للنعمان الملك وكيفية تصريفه للأمور هو النعمان بن المنذر بن المنذر بن امرؤ القيس اللخمي الملقب بأبي قابوس كان مسيحيا نصطوريا تسلم مقاليد الحكم بعد ابيه وهو من اشهر ملوك المناذرة قبل الاسلام كان داهية مقداما وهو ممدوح وهو باني مدينة نعمانية على ضفة دجلة اليمنى وصاحب يوم البؤس والنعيم وقاتل عبيد بن الابرس الشاعر في يوم بؤسه وقاتل عدي بن زيد وغازي قرقيسيا بين الخابور والفرات وفي صحاح الجهري قال ابو عبيدة ان العرب كانت تسمي ملوك الحيرة اي كان من ملكها النعمان لانه كان اخرهم كان ابرش احمر الشعر قصيرا وكانت امه يهودية من خيبر نصره شمعون بن جابر من وفد عليه من الشخصيات المنخل اليشكري والمثقب العبدي والاسود بن يعفر وحاتم الطائي وابراهيم الكشكري وحسان بن ثابت وسارجيوس والنابغة الذبياني منهجاه من الشعراء عنطرة بن شداد وهو الذي اغار على ابل النعمان ليأخذها مهرا لعبلة كان النعمان يحب الوانها وامر بحمايتها وبزراعتها حول قصره الخوارنق وبحسب اسطورة يقال انها نبتت لاول مرة على قبر النعمان بن المنذر بعد ان داسته الفيلة على يد علوج كسرى فعرفت باسمه كان النعمان يعتني بتربية الخيل والابل والماشية فكان يشتري خير فصائلها ويحميها لنفسه ولا يسمح لاحد بالحصول عليها او تلقيح نعمهم او خيولهم منها الا باذنه وقد اشتهرت اليحموم والدفوف من جملة خيوله كان لديه في كل عام يوم سعد ويوم نحس ويوم يسعد فيه كل من يفد اليه ويوم النحس يعاقب فيه كل من يفد اليه ولكن الذي لا يعرفه الكثيرون ان النعمان الغى هذا التقليد وفقا للرواية التالية خرج النعمان بن المنذر يتصيد على فرسه الملقب باليحموم فاجراه على اثره عير اي قافلة فذهبت به الفرس في الارض ولم يقدر عليه وانفرد عن اصحابه واخذته السماء اي اصبحت ليلا فطلب ملجأ يلجأ اليه فدفع الى بناء فاذا فيه رجل من طيء يقال له حنظلة ومعه امرأة له فقال لهما هل من مأوى فقال حنظلة نعم فخرج اليه وانزله ولم يكن للطائي غير شاه وهو لا يعرف النعمان فقال لامرأته ارى رجلا ذا هيئة وما اخلقه الا ان يكون شريفا خطيرا فما الحيلة به قالت عندي شيء من طحين كنت ادخره فاذبح الشاه لاتخذ من الطحين ملة قال فاخرجت المرأة الدقيق فخبزت منه وقام الطائي الى شاته فحلبها ثم ذبحها واطعم النعمان من لحمها وسقاه من لبنها وهو لا يعرف من هو وجعل يحدثه بقية ليله فلما اصبح النعمان لبس ثيابه وركب فرسه ثم قال يا اخى طيء اطلب ثوابك انا الملك النعمان فقال الطائي افعل ان شاء الله ثم لحق الخيل فمضى نحو الحيرة ومكف الطائي بعده زمنا حتى اصابته نكبة وجهد وساءت حاله فقالت اليه امرأته لو اتيت الملك النعمان لأحسن اليك فاقبل الطائي الى الحيرة فوافق يوم بؤس النعمان فاذا هو واقف في خيله وسلاحه فلما نظر اليه النعمان عرفه وساءه مكانه وقال له انت الطائي المنزل به قال نعم قال النعمان افلا جئت في غير هذا اليوم فقال الطائي ابيت اللعن وما كان علمي بهذا اليوم فقال والله لو سنح لي في هذا اليوم قابوس ابني لم اجد بدا من قتله فاطلب حاجتك من الدنيا وسل ما بدا لك فانك مقتول فقال الطائي ابيت اللعن وما اصنع بالدنيا بعد نفسي فقال النعمان انه لا سبيل اليها فقال الطائي فان كان من حاجة فاجعلني حتى اولم باهلي فاوصي اليهم واهيئ حالهم ثم ارجع اليك فقال النعمان فاقم لي كفيلا بموافاتك فالتفط الطائي الى شريك ابن عمر بن قيس من بني شيبان وكان يكن ابا الحوفزان وكان صاحب الردافة عند النعمان وهو واقف بجانبه وقال له يا شريكا يابن عمر هل من الموت محاله يا اخى كل مضاف يا اخى من لا اخى له يا اخى النعمان فك اليوم ضيفا قد اتى له طالما عالج كرب الموت لا ينعم باله فابا شريك ان يتكفل به فوثب رجل اليه من بني كلب يقال له قراد بن الاجدع فقال للنعمان ابيت اللعن هو علي وانا اكفله فقال النعمان افعلت قال نعم فضمنه اياه ثم امر النعمان للطائي بخمسمائة ناقة وامضى الطائي الى اهله وجعل الاجل حولا كاملا من يومه الذي اتى فيه الى مثل هذا اليوم من السنة القابلة فلما حال عليه الحول وبقي من الاجل يوم واحد قال النعمان لقراد ما اراك الا هالكا غدا فقال قراد فان يك صدر هذا اليوم ولا فان غدا لناظره قريب فلما اصبح النعمان ركب في خيله وسلاحه ورجاله متسلحا كما كان يفعل حتى اتى الغريين اسم مكان فوقف بينهما واخرج منه قرادا وامر بقتله فقال له وزراؤه ليس لك ان تقتله حتى يستوفي يومه فتركه وكان النعمان يشتهي قتل قراد ليفلت الطائي من القتل فلما كادت الشمس ان تغيب وقراد قائم ومجرد من ازاره على النطع والسياف الى جنبه اقبلت امرأة قراد تبكي وتقول فبينما هو كذلك اذ اقبل شخص من بعيد وقد امر النعمان بقتل قراد فقيل له ليس لك ان تقتله حتى يأتيك الشخص فتعلم من هو فكف النعمان حتى اتى وانتهى اليهم الرجل فاذا هو الطائي فلما نظر اليه النعمان شق عليه مجيئه فقال له ما حملك على الرجوع بعد افلاتك من القتل فقال الطائي الوفاء فقال النعمان وما دينك قال النصرانية ولم يكن الاسلام قد ظهر حينها فقال النعمان اعرض علي دينك فعرضه الطائي فتنصر النعمان وكل اهل الحيرة اجمعون وكان قبل ذلك على ديانة الاصنام فترك القتل من ذلك اليوم وابطل تلك السنة وامر بهدم الغريين وعفى عن قراد والطائي وقال والله ما ادري ايهما اوفى واكرم هذا الذي نجى من القتل وعاد ام هذا الذي ضمنه والله لا اكون الام الثلاثة ملك الحيرة ارثا عن ابيه سنة خمسمائة واثنين وثمانين ميلادية واستمر في الحكم حتى نقم عليه كسراء خسراء الملقب برويز بسبب مكيدة دبرها له زيد بن عدي العبادي وهو ابن عدي بن زيد العبادي زوج ابنته هند وكان له من البنات غيرها حرقة وحريقة وعنقفير او ذلك بعد ان طلب كسراء خسراء من النعمان ان يزوجه ابنته فرفض النعمان فاوغر زيد قلب كسراء فدعا كسراء النعمان الى المدائن لوليمة فاهانه ثم اعتقله وقد فعلها زيد انتقاما لوالده عدي بن زيد الذي قتل على يد النعمان واختلف في كيفية قتله فطبقا لرواية سريانية ان كسراء بعد ان قبض على النعمان بن المنذر واولاده سقاهم سما فماتوا وعصى عند اذن العرب الفرس واخذوا يهاجمونهم فارسل كسراء قائدا سمته الرواية ببولر تولى امر الحيرة ولكنه لم يتمكن من ضبط امورها لشدة اهلها فانصرف عنها وترك امرها لمرزبان اسمه رزوبي مرزوق اقام في برية الحيرة في حصن حفنة واخذ يقاتل منه الاعراب وقيل مات بالطاعون في السجن في خانقين وقيل القاه تحت ارجل الفيلة فوطئته فهلك وكانت هذه الحادثة هي الشرارة التي ادت لاشتعال الحرب بين العرب والفرس في معركة ذيقار والتي انتصر فيها العرب انتصارا كبيرا حاول ابنه المنذر بن النعمان الملقب بالمغرور احياء مملكة اللخميين لكن كان الوقت قد فات ترجمة نانسي قنقر